تظهر العالم تظهر العالم تظهر العالم سوف نشرح بالتفصيل البطولة العالمية المرحلة الثانية وليس المرحلة الثانية وإنما المرحلة الاستدراكية يعني الأشخاص الذين لا تأهلون في المرحلة الأولى التي على شخصية فانتوم والألف سي بي الآن يمكن أن يحصلون أيضا شخصية أخرى بالإضافة إلى أغراض مجانية أخرى وأيضا حتى بالنسبة للأشخاص الذين تأهلون وحصلون هذا الشخصية فعليا أوكي فأول شيء شباب حتى لو ندخل الآن ستشاهدون الأغراض المجانية التي ستتوفر معنا بالإضافة إلى أن هذه المنافسة ستتوفر معنا على مدة أربعة أسابيع بمعنى أن كل نهاية أسبوع لمدة ثلاث أيام كل نهاية أسبوع مدتها ثلاث أيام تلعب عشر مباريات وعندما تحصل ثمانين نقطة ستحصل الغرض المجاني وبصفة نهائية تعتبر مؤهل إلى مباريات تشكيل الفرق كل شيء سأعطيه لكم بالتفصيل في هذا الفيديو أول شيء سندخل مباشرة على البطولة الألمية ننتظر تفتح معنا الصفحة وسأشرح لكم كل شيء بالتفصيل بإذن الله في هذا المقطع يب لكن كان نصيحة أولا قبل بداية هذا الفيديو قبل ما أخذ في التفاصيل نصيحة مهمة جدا 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 لماذا؟ هاول أنك ترفع تصنيفك قبل أن تسجل في البطولة لماذا؟ لأن كل ما كانت تصنيفك أعلى كل ما كانت نقاطك المكتسبة أعلى وكل ما كانت تنافسك وتأهيلك إلى المراحل القادمة أسهل لماذا؟ لأنه لو تركزون الحين أنا مثلا حاليا تصنيفي في الماستر كما ترون بالأعلى نقاط الفوز في المباراة يعني زائد 16 نقطة إجمالي نقاط التأهل لازم تحصل 80 نقطة يعني حتى تتأهل بمعنى أنك ستأخذ أقل شيء يعني مبارايات قليلة ممكن خمس مبارايات خلاص تعتبر متأهل لكن إذا تصنيفك أيضا لجندري ستكون لك تصنيفك سيعطيك يعني على كل فوز سيعطيك 20 نقطة وهذا الشيء ممتاز أنه تلعب فقط أربع مبارايات فوز تحصل أربع مبارايات فوز خلاص تعتبر مؤهل إلى المرحلة القادمة يعني حتى تخذون هذه النصيحة بجدية ما إذا تصنيفك مخضرم يعني أو نخبة فرح تعاني صدق لأنك رح تعاني ليش؟ لأنه يطلب لك تتفوز مبارايات كثير ممكن 8 مبارايات أو 9 مبارايات حتى تتحصل كل هذه النقاط يعني 80 نقطة حتى تتأهل أوكي المهم أتمنى أن الفكرة وصلتكم شابها قبل ما نخوض في الشرح أوكي بالنسبة أيضا لتوقيت الزمن اللي رح تتوفر عليه هذا البطولة رح نشاهدها بالتفصيل يا شباب في هذا المقطع أيضا زي ما تشوفون كل شيء كل الأغراض زي ما تشوفون اللي رح تتوفر معنا هذه كلها بالإضافة إلى الشخصية الشخصية يعني بعد ما تأخذ كل هذه الأغراض أو أنك تتأهل أقل شيء في مرحلة واحدة رح تحصل لما تأهل إلى بطولة تشكيل الفرق رح تحصل أيضا وتكون ضمن الفائزين رح تحصل شخصية روين بالإضافة إلى الف سي بي اللي بعده رح تحصل عشر ألاف سي بي يعني بالصراحة البطولة هذه أفضل أتوقع المهم يلا نروح على المشاركة أول شي شباب ابتداء من يوم غد يعني تدخل عادي وتأتي إلى تسجيل تدخل على البطولة زي ما تشوفون تأتي إلى تسجيل رح تأتي معك باللون الأسفل بعد ما تسجل مباشرة رح تأخذ عملات سي وبعدها تنافس تحصل يعني المهم أنك توصل ثمانون نقطة ورح تأخذ سلاح الالكي أربعة وعشرون بالإضافة إلى ألف سي بالإضافة إلى هذه الصورة حتى نكون واضحين الإطار رح تأخذه مباشرة بعد التسجيل هذا فيما يخص نهاية الأسبوع الأول والذي رح تكون معنا من 2 يوليو إلى 5 يوليو بعدها رح تأهلت هنا في هذه المرحلة وحصلت ثمانون نقطة خلاص عادي حتى لو ما تلعب باقي المباريات خلاص أنت تعتبر مؤهل إلى مباريات تشكيل الفرق أو المنافسة لتشكيل الفرق وهنا رح تطلب لك تيم لكن ما رح نذكر أي شي الحين رح نشرح فقط الجولة الأولى بعده المباراة التأهيلية الثانية يعني إذا ما فوز في الأولى عادي عندك الفرصة الثانية أنك تلعب أيضا وتحصل ثمانون نقطة وتأخذ بالإضافة إلى سيكين جرونيد وبين إضافة إلى عملات سي ودائما الصورة وهذا أيضا يطلب لك تسجيل ورح تكون هذه المدة التي تخص بها من 9 يوليو إلى 12 يوليو خلاص ما تأهلت في الأولى تأهل في الثانية خلاص أنت تعتبر مؤهل المهم أنك تحصل فوز واحد ثمانون نقطة هذه تحصلها سواء من المرحلة المباراة التأهيلية الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة فقط إحدى المباراة تحصل فيها ثمانون نقطة خلاص تعتبر مؤهل بشكل نهائي إذا ما حصلت ثمانون نقطة في كل هذه المباراة يعني خلاص أنت مش مؤهل المباراة الثالثة والتي ستكون معنا أيضا تعطينا فقط الحقيبة الظهرية ولكن رهيبة وتستهل صراحة بعدما تلعب أيضا 16 يوليو إلى 19 يوليو دائما في نهاية كل أسبوع ستنافس 10 مباراة وكما أخبرتكم تحصل نقطة المطلوبة المباراة التأهيلية الرابعة سنحصل منها السلاح البيكي وبعدها انتهى كل شيء سننمر مباشرة 26 يوليو انتهت المباراة التأهيلية الفردية اللي هنا حتى أشرح لك أيضا يمكن أنك تدخل تلعب بعدما تسجل تخرج وتدخل تلعب مباراة التصنيف حتى لو ما عندك أي تيم فقط تدخل تلعب مباراة التصنيف أول عشر مبارايات بعد ضغطك على كلمة تسجيل أول عشر مبارايات ركز معي رح تحتسب لك النقاط يعني إذا فزت وحصلت 8 نقطة في هذه العشر مبارايات خلاص تعتبر مؤهل إذا خسرت وما كسبت في الأول عشر مبارايات وكسبت اللي بعدها لا يحتسب لك أي شيء أول شيء يحتسب للعشر مبارايات الأولى اللي بعد التسجيل رح تلعبها حتى نكون واضحين خلاص تمام المهم بعد ما تتأهل شباب وين رح نروح رح نروح إلى المرحلة التانية المرحلة التانية اللي رح تكون تخص تشكيل الفرق ولا رح تنطلق معنا بإبني الله يوم 13 أغسطس إلى غاية 22 أغسطس بمعنى ما رح تاخده زمني كثير فقط نفس الشيء تلعب 30 مباراة وخلاص أوكي يعني وتحصل شخصية الوين بالإضافة إلى الف سي بي هذه فرصتكم الثانية أتمنى أنكم لا تضيعونها صراحة أنا يعني والله نسو أحضي يعني التيم اللي اخترت أني ألعب معها بحسابي الأصلي صار مشكل يعني وفي ناس كان يفصل معهم النت يعني يعني للأمانة ما كملنا 30 مباراة ووالله صدقوني أني ندمت ندمت أني ما كملتهم صراحة خد لك تيم كامل متوفر دوماً حتى أنك تلعب هذه المباراة سواء أنفس أو ما فوس المهم أنك رح تحصل أقل شيء تحصل الشخصية أوكي حتى نكون واضحين يا شباب بعد ما نوصل إلى هذه المرحلة سنشرح لكم التفاصيل الأخرى بإذن الله لكن زي ما خبرتك الحين حاول أقل شيء أنك ترفع تصنيفك لأن تصنيفك هو الذي سيساعدك أنك تجمع النقاط بأقصى سرعة لأن الأفضلية هي لأصحاب تصنيف الليجندري بعده أصحاب تصنيف الماستر أوكي عفوا فلهذا أنصحكم أنك لا تحاول تنزل تصنيفك حتى تكسب نقاط أو تلاقي تيمة ضعيفة لا إنسى ذلك حاول ترفع تصنيفك إلى أكس حتى تكسب أقل شيء مباراة وتتأهل مباشرة أوكي المهم شباب ما رح أطول عليكم في هذا الفيديو أتمنى من صميم القلبي يعني فيديو على السريع خفيف ضريف بإذن الله أول شيء رح تكون معنا يوم غد بداية التسجيل واللعب فكونوا في الموعد شباب دمتم فرعة الله وحفظي عندي مقاطع فيديو رهيبة جدا يا شباب هذا الأسبوع انتظروني ما رح أحرق عليكم أي شيء ولكن صدقوني بإذن الله هذا الأسبوع كله رح تستمتعوني يا شباب على مدة يعني بإذن الله إن قدرنا الله يعني ولم يحدث أي شيء طارع في الله شباب لايكاتكم وأشكركم جزيل الشكر على دعمكم الرهيب دوما والمتواصل والله أشكلكم جزيل الشكر يا شباب كلكم يعني بدون استثناء حتى لي وضعون ديسلايك ومعليش يا حبيبي ممكن خمسون فرد ولا يا أخي معليش مشكور حتى على ديسلايك بس أتمنى أنك توضح ليش هذا يلا مع السلامة شباب دمتم تفايت لأم حفظة لايكاتكم تذكر اللايك مجاني وتقديرا لتابع يلا أي شيء أو استفسار آخر أتركه في التعليقات وسوف يتم الرد بإذن الله مع السلامة شباب